السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف أقدم لكم فراخ محشية رز ماشوية في الفرن معها رز بالخلطة رز ده انا عملته قبل كده هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف حاجة كده جميلة على صفرتك وسهلة جدا وبسيطة لو انت اول مرة تعمليها شوف الفيديو ده وباذن الله هتسهل عليك المراحل بتاعتها بسم الله انا معي هنا فرخة كيلو متين او كيلو نص اللي هي بتاعت الشوي صغيرة والرز بتاعي مشوحها على النار بمعلقة سمن وملح وفلفل اسود بس بديله تشميع كويسة جدا ينشف على النار كده يتقلع حاجة بسيطة علشان يسهل معي سواء وهو بتسلق مع الفرخة لما تنزل في الشربة بتاعتها حبدأ هنا احشيها زي ما انت شايفة كده نفس مرحلة الحشو بتاع السمان اللي نزلته قبل كده برضه السمان ننمحشي رز هتلاقيه موجودة عندي حطلك اللينك بتاعه بحشي كده الفرخة وبفضل كده انفط فيها ما بخليش رز بره خالص بحاول ان انا الرز ادخله جوه ومش بامليها كلها مش بعب الفرخة علشان وهي بتتسلق الرز ما يخرجش منها لان الرز لما بيستوي بينفش فلازم تدينه مساحة انا هنا هقفل الفرخة بتاعتي بابرة وخيط ممكن تكتفيها الرجل بتاعتها ممكن تعمليها بخلة سنان لياتو سبيكسا بس انا هنا بحب ان انا اقفلها محكم جدا بالابرة والخيط وبعد ما بتخلص وتستوي بتقص الخيط وبتشديه بيخرج معاك ما فيش اي مشكلة وبيبقى الرز جوه مخرجش يعني على حسب الرغبة وعلى حسب ما بتحبي انا بالنسبالي علشان الفرخة بس ببقى اطعاها من فوق فالفتحة بتاعتها بتبقى كبيرة جدا فانا بالنسبالي لما بقفلها بالخيط بملكها اكتر طبعا كل واحدة على حسب ما بتحبي تعمل يعني ما فيش اي مشكلة تمام وبردو الرز ما بتحشيهش للاخر علشان الرز لما بيدخل في مرحلة السوى بينفش ما يخرجش منها ويبهدلك الشربة خلاص انا قفلتها بالخيط زي ما انت شايفة كده بضم بقى رجلها برضو بالخيط اهو علشان ما تخرج برضو تدي الشكل بتاعها ببقى الرجل المضمومة دي حتى بعد ما بفك الخيط منها تمام دي طريقتي يعني كل واحدة على حسب ما بتحبي تعمل او على حسب ما بتعودها وفيه برضو بيسلق الرز نص سلقة وبي قبل ما بيحشو الفرخة وبيكمل سوى مع الفرخة برضو على حسب رغبتك ما فيش اي مشكلة خلاص خلصت حتى مياه على النار بتغلي حسقت فيها البصلة والملح والفلفل وعندك ورق لورة بتحب تحطيه اوكيه وحطيت الهيل اللي هو الحبهان وبعد كده حسقت الفرخة تتسلق تاخد مرحلة السلق زي ما بتسلق الفرخة العادي تمام الفرخة بتتسلق الرز بيستوي معها خلاص انا فرختي تسلقت محضرة السينية بتاعتي اللي هحط فيها حطت الفرخة حديها دهنت زيت حاجة بسيطة جدا مش بغرقها بس عشان تديني اللون لما دخلها على الشواية في الفرن سهلة جدا مش هتاخد منك اي وقت هي وقتها بس ساعة ما بتتسلق هو ده المرحلة بتاعتها لكن الشواية دي ما بتاخدش وقت خالص على حسب نر الفرن بتاعتك دخلت الفرن خدت الشكل بتاعها اهو اتشاوت اللون الجميل بتاعها ده قدمتها مع رز بالخلطة زي ما قلتلك هحطتلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف وتتقدم على صفرتك وقال فهانا يا ربي كده على قلوبكم اكلة جميلة ومغزية وشيك جدا لو انت عندك عزومة حاجة برضو مختلفة ويارب بتكون وصوتي النهاردة عجبتكم كانت معكم نون الحجيري من مطبخ نون صحة وهانا علق لكم يارو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة